اهلا وسهلا ديكم بعد الفاصل وصلنا للفقرة اللي كلنا بنستنيها الفقرة اللي انا نفسي ببقى مبسوطة جدا جدا وانا بقدمها وبقدم فيها نمازج مبهرة نمازج بجد بتفاجئ ازاي هم خدوا القرار وازاي قدروا يغيروا حياتهم كده وبمنتهى السهولة وفي المقابل ما اتحرموش من حاجة محدش يتحكم فيهم محدش قال لهم كله ده ومتاكلوش ده بالعكس خسوا وغيروا حياتهم غيروا صحتهم للأحسن وغيروا شكلهم غيروا مظهرهم عملوا كل حاجة كانوا نفسهم يعملوها وما كانوش قادرين يعملوها قبل كده الحالة نفسها بتيجي معنا وتتكلم عن نفسها ودي سمار مبادرة السمنة نقوس خطر اللي دايما بتراعيها ودايما بتقدم لنا النمازج المبيرة دي دفت الكريمة اللي منوراني النهاردة الجميلة قلبا وقالبا خبيرة التغذية دعاء سهيل دكتورافي علم التغذية البشرية أولى مؤسسة فكرة التغذية أونلاين مؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي وصاحبة مبادرة السمنة نقوس خطر منوراني دايما لحبيبتك يا شاب منوراني يا ربي يخليكي منورنا النهاردة أحمد معينا سمار مبادرتي السمنة نقوس خطر كل مرة بنشوف سمار جديدة للمبادرة بتاعت حبيبتك وماشاء الله يا دايما في الزياد ودايما في نجاح السنة قربت تقفل فعايز أزهر بحالت أكثر طيب إحنا النهاردة عايزين بقى نتكلم على أحمد وحالة أحمد أحمد 18 سنة يعاني من زيادة وزن فقد معانا 34 كيلو في أربع شهور 34 كيلو فرقوا معايا طبعا في الشكل ونفسيا والحالة النفسية والحالة الصحية والحالة المزاجية فقدان الوزن له تأثير على كامل الجسم كله إذا أصيب الفرد مننا بزيادة الوزن اتأثر كل الجسم يعني إذا اشتكى منه عضو تدع له سائر الجسم بالسهر والحمة إذا أنا دلوقتي أعاني من زيادة وزن ومتخيل إن تلك الخلايا الدهنية لا تؤثر على باقي أعضاء الجسم يبقى أنا غلطات إذا كنت أنا متخيل النهاردة أنا أعاني من زيادة وزن وغدا أأمن إن أفضل ما عنديش بس غير زيادة وزن تبقى غلطات لإن السمنة بوابة ل44 مرض أطلقت في 2019 مبادرتي السمنة بوابة لكل الأمراض لإن ليه أطلقتها كانت بالاسم ده علشان طبعا في حالات كتير جدا وأنا أولى مؤسسي فيك التخصيص أونلاين تسع سنوات لقيت يعني السواد الأعظم يعاني من زيادة وزن وضغط مرتفع زيادة وزن ومشاكل في الأزام زيادة وزن ومشاكل في القلب زيادة وزن وسكر درجة تانية زيادة وزن ومشاكل في البنكرية زيادة وزن مرتبطة كل الأمراض ومؤخرا وربنا يارب يرعم علينا جميعا بالصحة ويشفى الناس يا رب اللهم أمين إنها كمان في إحدى الدراسات الحديثة إن زيادة الوزن هي أحد أسباب الكامس السرطان ويعازه بالله كمان المشكلة دلوقتي إن إحنا لقينا زيادة الوزن ويستمنا بيعاني منها أكتر الشباب نص الشعب المصري خمسين بالمئة من الشعب المصري يعاني من زيادة وزن مش معنى إن بقولك خس انت وحش والناس التخان يطلق عليهم المون فيس وشيهم مدور وزي الأمر أنا بتكلم في إن انت بتكون الأرض الخزبة لتبعيات ما بعد زيادة الوزن خد بالك النهاردة لا تأمن غادرة السمنة وإلا ما كنتش أطلق مبادرتي الأخيرة السمنة نكوس خطر هي فعلا خطر يهدد حياتنا طيب نتكلم عن أحمد بقى أحمد كان قديه هو النهاردة خاسس 34 كيلو هو يحكي قولنا إنت كنت قديه كنت مئة وطمانتاشر مش تماعك الله يعني يعلي صوتك يا أحمد كنت مئة وطمانتاشر كيلو تمام قبل ما أبدأ في الكورس دلوقتي بقيت 4.8 طب حلوة ويقولي بقى يا أحمد أولاً أنت سنك صغير يعني إيه اللي خلاك خط القرار ده عرغم إن مثلاً حد أنتش عارفة في سن الشباب يقولك لا أنا مبسوط كده ولا مثلاً حد من العيلة ماما أو حد من العيلة هو اللي قالك لا لازم تخس ولا أنت اللي خط القرار الفكرة كت عندي من دلوقتي بس إيه محتاج حد كان إيه ياخد بيدي مثلاً أو يساعدني أو بتاعه أوه حلوة أو ياخد بيدي أوه جميلة أختي أختي قالت إيه إحنا جربنا حاجات كتيرة وما عملتش نتيجة فعرضت على الدكتورة دعاء سوهيل وكتواصلت معاه في مثلاً ستايل لبس معين بعايز ألبسه برد ما بيحكمش برد ما فيه لبس أنا عايزه كنت بتكسل فيه يا أحمد أنت ماشي مع أصحابك بأمان إيه كنت توقع مكسوف كده أن أنت مش عارب تلبس زيه لا ما بقاش مكسوف بينه وبين نفسه على الأقل متضايق هي بابقى متضايق بس بتبقى بينه وبين نفسه بعدين برضو فيه حاجات الأول كان صعب مثلاً المسافات اللي أنا مثلاً نطلع مسافة طويلة مثلاً بدور الثالث بتاعب بحس التعب وإنت في السن الصغيرة 18 سنة 18 سنة وقال لك أنا أبتعب من طلوع السلم أو ماشي المسافات طويلة وما لما يبقى 60 سنة و70 سنة ويتقدم به العمر يعني هو النهاردة بيعاني من دو وشايف إن ده إيدك عليه مش قادر يقوم بيه في الظل طبعاً زيادة وزن فما بالك بعد كده طب ما تيجي نشوف سوى رحمد كده وانفاجئ كل مشاهدينا كده بسوى رحمد قبل وبعد بصوا يا جماعة حتى بصوا ملامح أحمد كتعاملة إزاي وشوفوا دلوقتي اتغيرت إزاي الوش ما شاء الله النهاردة منحوط الملامح بينه يعني دايماً السمنة بتغطي فعلاً على ملامح الوش بصوا كمان هنا يعني يا أحمد إنت إنت خدت قرار لما بتشوف الصورة أجيماً يبدون لنفسك إيه بأمانة إيه بأقول كان فيه بني آدم مشي من جسمه بني آدم بني آدم كان عامل لك كده إيه عارف إنت عائق بينك وبين حياتك ومش قادر تعيش حياتك زي صحابك ما هم عايشينها مش قادر إيه ولما كنت بتخرجوا بقى مسلاً كلكم رحين تشتروا لبس دا ده هو كمان كان عنده مشكلة أنا مام تطبخ كويس بحب يأكل في الشرع مع صحابه كل دا قاله الفاتر فشايف كل المغريات زي دا هو محب للأكل فيه ناس بتاكل الأكل بحالة نفسية فمتضرر نفسي من يعاني من التوتر وقلق بيأكل أكتر كل دا بيرتخفض عنده هرمون السعادة ويرتفع هرمون الجوع فبيأكل أكتر فيه إنسان تاني محب التفاصيل الأكل بيحب يأكل فمعندوش مشكلة هو بيحب يتزوق بينتمي العائلة الأم بتطبخ كويس الأخت بتطبخ كويس أنا مستضربة زي المعلومة المعلومة دي تتقال في المتابعة هل علاقة المتابعة للدرجات إن هو يقول مثلا إيه والدتي بتطبخ كويس بتقوله شاهية عالية طب بتقال لا لا أنا ما هو ما بتطبخ كويس وبتعمل أكل كويس أيوة يعني موزم أكلك في البيت لا مش مختصر على البيت دا أنا كمان بخرج مع أصحابه بيكون فيه فاستفود أيوة يعني طب الأكلات دي غالباً بتكون إمتى بتكون بالنهار ولا بالليل طيب حضراك لما في العادي الشاهية بتلاقيها مفتوحة أكتر في الساعات النهارية ولا ليلة إذا أنا فهمت كل طبعاً إذا أنا فهمت كل الديتيلز دي فأنا فهمت الأسباب التي أدت بأحمد لزيادة الوزن هنا أحط إيدي لا دا بيأكل فاستفود والموضوع مش مختصر على الثلاث وجبات بتوع البيت بس دا كمان بيخرج بالليل وأحياناً يطلب الفاستفود دي لبري فأنا هنا فهمت أنه بيأكل كمان فاستفود طب الفاستفود طبعاً كالرز عالية جداً معجنات ومياه غازية وبطاطس وضهون مصنعة دا طبعاً كالرز عالية جداً وسعرات عالية جداً وكمان بيأكلها في الوقت الغلط لأن أكلها في الساعات الليلية ودايماً أقول الأكل بالليل غلط الأكل بالليل أنت أكلت في الوقت المكينة اللي ربنا سبحانه وتعالى خالي إهنة يعني تحرق الدهون دي وتعملها عملية التمثيل الغذائي وتوقفت خلاص طيب أنا كمان هنا مفيش حاجة يسمعها أكل ونام بيكون عندي سمنة البطن لو نراحز صور أحمد برضو حنلاقي شوية كرش فدي أصعب وهو في السمن دا يعني أنت عرضة الناس اللي بتبقى كده خد بلك أن أنت عرضة لمرض سكر سمنة البطن دي أنت عرضة لها فدايماً أقول أنها من أصعب أنواع السمنة وفي الغالب بتكون عند الرجال اللي هي الجسم التفاحي اللي هو الأكثر من الجزء العلوي عن زوية من السوفي وده موجود ده بقى بيعمله إيه؟ بيعمله نفس متقطع شخير بينهج كتير بيعابش يطلع السلم عايز أقول كمان أن السمنة دي تؤثر على ذكورة الراكل فده بيكون يعني السمنة في الحالة دي خطر ولازم التخلص منه وطبعاً أضرار زيادة الوزن على توتل الجسم وصحياً كله تؤثر أكيداً وخصوصاً لما يكون شاب لسه في بداية في بريعان شباب وبعد كده بيفتح الباب لكل الأمراض سنوية عامة يعني ده كده كارسة هيعيش بقية حياته لأ والسن ده بيوزوا بعد بقى يعني أنا ناكل بعد الدرس في المكان الفلاني طبعاً نخرج كذا فهنا بيأكلوا غرف بفي مشكلة تانية بعد ما يعلمش كده ويروح يلاقي ماما عامل أكل حلو يأكل تاني ريحت الأكل بقى ماما بتعمل الأكل حلو فيأكل تاني وتالي لا بيش مانع لا بيش مشكلة لأنه قبل كده قال إذا أنا بطلت حاولت أعمل ضايت قبل كده بس كان عندي مشكلة في الإمساك فبسرعة أجري في علم التخزيه هو العشب اللي يعمل عندي عملية الإخراق تكون مظبوطة البرومالين وده خلاصة الأناناس وده المنظم جيد لحركة الأمعاء وهنا يبقى أنا مش الأزمة اللي كان بيوع فيها أحمد فيما قبل الوشول لنا كده أنا حلتها كمان وش كده دي تحل بالضبط هنا كمان بملاله المعدة اللي هو قريدي بالشهية العالية وحبه للأكل كبر معدته فإن أنا أصغر له المعدة الأولة تدينه الألياف اللي تملة تلتين المعدة لقوط عطشه وتخليه شرب مياه كتير وبالتالي تفضل الألياف دي تجبر وتتسع وتاخد حيس كبير داخل المعدة وبالتالي يتبقى عنده التلت يعني أحمد مش هيكل غير التلت الواجبة المعتادة يويا يبقى هنا أفر التلت يعيز بقى يكل أي نوع هو عايزه بقى مش محروم من أي حاجة مش لأ مش محروم أنا دايما أشتغل علم التغزية علم مدارس وأنا اشتغلت داخل المجتمع المصري بما يتناسب مع طبيعتنا إحنا محبين للأكل يبقى مدرسة الكميات وليس النوعيات يعني يأكل كل حاجة وأي حاجة ولكن بنسب قليلة معتدلة هذه النسب تكون في الساعات النهارية لازم يحرص على 3 لتر ماية على مدار اليوم لازم السناكس ما بين فطر وغدا وغدا وعشا يكون طاقة سلبية يعني يكون فواكه يكون خضروات ما بين مثلا أنا جوعت مثلا أخذت خيارة أخذت تفاحة كل ده يكون مع حمد التلفون لا إحنا عايزين بس دلوقتي نوجه مشاهدين الكرام لأرقام التلفونات عندنا كمان صفحة الفيسبوك الموثقة بالعلامة الزرقة وكمان صفحة الانستجرام عنشوفه معهم مع بعض وعايزين نبدأ بعروضنا الحلوة يلا عشان ما تنسي ناشي العروض اتنين كورس النهاردة عليهم كورس هدية وكمان مفيش شحن مفيش مصاريف شحن الشحن النهاردة مجانا واتنين كورس عليهم كورس هدية ده زائد كمان الصبورت القوي جدا جدا اللي أحمد النهاردة عامله للشباب وكريم الأزيرة وكريم اللينوكس هدية النهاردة علي الكورس يعني يوصل لك يا الأزيرة يا اللينوكس والاتنين مرخص وزارة صحة حلو جدا وده مهم جدا لأنه بيحتوي على نسبة عالية جدا من الكولاجين دلوقتي أحمد م شاء الله الدراع عنده مظبوط ومشدود ده ليه علشان الكريم اللي بيكون مع الكورس أنا عايزاي يخصه ميبقاش فيه تراهل يبقى الجسم مشدود ميبقاش متضايق من نفسه يبقى شفت حدرك الوش منحوت ماشاء الله ماشاء الله بيخص بصحة أنا بيهمني أن بعد فقدان الوزن ما يتقلش إيه ده شكله تعبان لا محبش ده أنا لازم يحتوي المكمل الغذائي على الفيتامينز اللي بيها أنا لما بطل آكل ولما بطل آكل يعني أنا بطلت أخذ عناصر غذائية الجسم محتاجها فبطلت أخذ فيتامينز إذا ما كانش المكمل الغذائي يحتوي على الفيتامينز اللي بيها الجسم خلص الشهاد اللي يعوضه يبقى بلاش إن أنا أخيس دايما أقول إذا فقدت الوزن لازم تفقده بصحة ولازم ما يكونش ما فيش حاجة اسمها بيطلع باشوف أنواع حميات غذائية على الفيسبوك ضاية اللحوم ضاية الخضروات ضاية البرد اللي هو نمنع نمنع ده طبعا أنا كده حرمت الجسم من حاجة مهمة جدا وهذه الأنظمة ليست مناسبة لكل ممكن تكون مناسبة لمدام هالب ممكن تكون مناسبة لطعاء ممكن تكون مناسبة لأحمد المفروض إن أنا أكون وسطي أكل كل حاجة وأي حاجة ولكن بنسب قليلة معتادلة أفهم إن أنا ما ينفعش أكل في الساعات الليلية لازم أزبط الساعة البالوجاة بتاعتش وأخد كل قص الكامل من النوم لازم أكون باكل الخضروات والفواكه علشان كمان يكون عندي مناعة قوية طب إحنا معنا تليفون معنا على الله يا على الله إزاي حضرتك الحمد لله عامل إيه تمام الحمد لله نورتنا الله يخليك ونشكر الدكتورة دعاء إنت اللي غنى لك محمد رمضان على الله اتفضل اتفضل هي معك سماعيك ألو ألو انت فين روحت فين أنا معاك يا اهو دكتورة دعاء اللي معي اتفضل أيوة معاك هي سماعيك مع حضرتك والله هي سماعيك تفضل ازاك يا دكتورة دعاء في نعمة والله يعني من يوم بدأت كان نفس أتكلمك يعني يا ربي يخليك أنا تحت أمرك تفضل الله يخليك حركت متابع معني من الفريق أنا بدأت من واحد تسعة كتمية واثناشر من واحد تسعة كتمية واثناشر آه اول أسبوع نزلت خمسة كالب في أول أسبوع نزل خمسة كالب قلنا بي ما تقول كده علشان ما تخليسك المهم المهم فأني لغاية نهاية الشهر آه قلت باوزن بقصوم اليوم الثامن واوزن في اليوم التاسع إن شاء الله كان بتتلمني يعني تمام متابع مع امي ها آه قلت ماشي معي دكتورة فاطمة الأول في نص الكرسي الأولاني وعند دكتورة امي ما بيفرشي دايما ايه بيكون ممكن ما حد من الخبراء ما هو لو خبير عنده مناقشة او عنده اي حاجة او عنده كورس او كده الحالة مش هتستناه لازم يكون في حد دايما في متابعته ولذلك تفتور ايمي هي اللي متابعاني بقى دلوقت كويس كل حد من الحالات كل تفاصيل الحالة في الفايل انت اذا راح لي دعاء فدعاء هتقرأ وتفهم بتكلم مين اذا راح لي فلان طب قول لي انت خسيت قد ايه انا الشهر الاولاني خسيته اتناشر دلوقتي غاية امبارح انا هو وازن امبارح كنت ستة وتسعين يعني كله ستاشر كيلة ما شاء الله ستاشر كيلة ما شاء الله تاكده ماشي بسيمترية هيلة يعني او في شهر وطب وطب وطمانتشر يوم كويس جدا ما شاء الله ما شاء الله في شهر او شهر ونكسة وطمانتشر حضرتك منين يا وسيزة الله انا منزل اهلا وسهلا احسن ناس بأهلية 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 سوريا طب انت بقى انت في الفترة دي كنت بتاكل كل حاجة ولا حرموك من حاجة لا الشهر الاولاني رجوع الاولاني السود دي يروحه ليجا يا جماع كنت باكل ثلاث معالق كده رز او مقرودة طب ليه هل علشان انت عايز تاكل اكتر ولا علشان مش لاقي شهية لا ويعني الوقت كان فيه جوب عارف فرخة في الغادة يعني اه اللي كانوا عاملين لانت بحافز مع الكورس كمان اه يعني انت كمان بس انت كده من نفسك انت اللي بتوحي البلك من اكله اه وانت بتاكل النسب القليل دي بتجاهد نفسك اه كانوا مماشين على اكله لا انا بس اعل حضاك سؤال هل كانت الشهية بتلح عليك وضاغط على نفسك ولا ما فيه الشهية مع الكورس الباك والشار الاولاني كان فيه باك وصفر كده كان بسد النفس خلص يعني لان ده بيقفل الشهية لانه بيحتوي على نسبة عالية جدا من البسيليم لانه عوش بالبسيليم المعدة قادرة على الاحتفاظ بيه من 12 ل 14 ساعة وبناء عليه المريض ما بيلاقيش شهية عشان ياكل او يكمل اكله يعني هو طبعا لو هو لاقي شهية بعد ثلاث معالي اكيد كان كمل لو هو قادر ان هو ياكل اكتر اكيد كان كمل انا ليه بقول ان انت انا فهمة ايه ايه في باك الكورس ده يعني انا عارفة ان لما يكون في حد محيب تاني الخريبة سيافر التليفون الاول واسمعنا بقى عن طريق التليفزيون اسمع الكلام ده مهم جدا وكمل بقى عليه ان شاء الله اذا احنا كخبراء تغزية مش فهمين الكورس ده المهم المفروض ان هو يوصل احمد لا احنا اكيد فهمين والنسب المكتوبة والمعروفة ممكن لا يعلمها من يفقد الوزن ولكن خبير التغزية اللي فاهم مدى واقع المادة العشبية على الفرد وهتفقده الشهية او تقفله الشهية او هي تكون مكمل غزائي فيه فعلا ولا لا انا مش بعلن عن نوع منتق صحبة مبادرة تفرق صحبة مبادرة وما ولا يعنيني جوا السنة دي غير نتائج المبادرة مش نتائج بها الشركات انا مليش علاقة انا يهمني ان احمد النهاردة الحمد لله ناجحنا معاه في فقدان 34 كيلو فلان اوسين اوساط كل حالة بتيجي تتكلم بتتكلم كورسس مختلفة انواع مختلفة لان مادام هلا انا لو عندي نوع واحد بتاعي وما فرض ان انا بطلع اتكلم واعلن عنه يبا يهمني ما بيعاته انا مش دال بيهمني انا بيهمني ان انا اطلق المبادرة وبنهاية العام اكون راضي عن ادائي انا وفريقي هل احنا خلال السنة دي قدرنا نفقد الحالات طيب هل المكملات الغذائية اللي احنا فعلا حطينا سيقاطنا فيها ورد جدا يكون فيه مكمل غذائي يكون كويس وبنسب كويسة ومردي والفيت باكلي يكون جايد والسنة اللي بعدها النسبة تقل مش هشتغل فيه مش مهم ده خالص اي مش هشتغل فيه مش هشتغل فيه خلاص انا عرفت ان البايتامنسيبي تشال منه مش هشتغل فيه عرفت النسبة البيسيليم قالت فيه مش هشتغل فيه الموضوع ان انا معايا حالات في نهاية العام عايزة اضيفها ضمن نجاحاتي هو ده اللي احنا بنشتغل عليه بالزبط بالكورصات ده بتختلف طبعا لكل حالة صحية وفية عمري عندنا احمد 18 سنة اه طبعا 18 سنة شهية عالية بيأكل كمال كتير بسرعة اجري على الكورس السوبر سيليم ولازم اتدي له نسبة من الجرسينيا لان هو مش هشتغل معدته كبيرة بيأكل كتير نفسه مفتوحة بيحب الاكل فخد 60% من الجرسينيا ليه عوش بالجرسينيا لان عوش بالجرسينيا يطلق عليه في علم الاعشاب مانع للشهية هو ده خلاصة ايه خلاصة اله سي ايه اللي بيهاجم انزيم الياس داخل الجسد وهذا الانزيم مسؤول عن تكوين خلايا دهنية جديدة وانا قريدي عايزة اسحب من الخلايا الدهنية القديمة عشان تطلع على شكل طاقة يبقى انا هنا قفلت له الشهية على مدار اليوم قدر ان هو ياكل بنسب قليلة يعني سأليه قال انا كنت بقاعد قدام الاكل اللي انا باكله مع اول حاجة بسيطة ولاقي الشهية قفلت بس المهم ان هو ايه شبعان بسموده حلو شبعان بمزاجه مش شبكات في نفسه مش قاعد قدام الاكل اللي بيحبه ولسه جعان ولازم يقوم انا اشتغلت بالمدرسة التي تتناسب مع المجتمع المصري طب نكلموا سيد يا سيد السيد اهلن وسهلن اهلن بك ااذاي حضرتك عامل ايه خير والله في النعم الحمدوالله منورنا النهاردة يا سيد السيد يا سيد اللي هيكريبك يا باشر اطفضل احنا معي اتفضل يا ميش انا انا ماشي معEE مع الاستاذة ماشي اه اه بقى انا حوالى البركتورuge مع مين مع مين بتتبع مع مين مع ادكتور باهي 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 اه اه باهي المصري ايو وادعمة بتاع الدكتورات ضعية. اه. ايه ايه انا انا عارفة افعا متضمن فريق باني. انا مضمن فريق عمل. بسم الله ما شاء الله يعني الحاجات بكلها بسم الله ما شاء الله. احنا الوقت يعني ابن كان وزنه 200 و 3. ده ابنة. واحد و نصف. اه. 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 بشي انا قلت نفت معاه في كل شي يعني. طب ما شاء الله يعني كان 200 و 3. كان 200 و 1.2. 200 و 1.2. ده كان سنه اديه السعيد. سنه 21 سنة. يا نهرابي كان 200 كيلو ومشاء الله استضفنا الحلقة اللي فاتت وبقى 133 قل لي انت خس قد ايه في بلد ايه ما حدك بتابع انا قد ايه والوقت بقى لنا 8 شهور بالظفر 8 شهور اه ونزلنا الوقت الوزن 143 كيلو اللهم صلى على النبي بسم الله مشاء الله طب خلاص يجي حلقة عشان يتكلم زي وزي سليمان هنيجي حلقة ان شاء الله مع الدكتور ان شاء الله ان شاء الله دي دعوة على الهوى وما ده طبعا بعد اذن مدام هالة ان شاء الله تنورني تنورني والله يا وسيد وربنا يبارك لك فيه ان شاء الله 143 من 200 وواحد ونص ده ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انجاز اه طبعا واكيد فرق مع ايه عايزة عرفة فرق ايه مع ابنك يا ريت يا اساس سيد لو تكلمنا تاني عايزين يعرف فعلا فرق ده وعايزة عرف حاجة بقى هو كاب هو اللي قال لابنه لازم تاخد الكتاب دي ولازم تتواصل معهم هل تشكي لحظة ان احسن حد يقدر او عايز يشوفها كويس هي عين الامة او الاب لا طبعا واكتر حد يحب ان اولاده يبقى على ابها صورة احسن منه كمان هم الاولاد هو الانسان بيعيش طول حياته يشتغل عشان عياله هو دلوقتي هو شاف بعين الاب ان انا ابني واحد وعشرين سنة ميتين كيلو كتير ميتين كيلو هيعطر حياته ميتين كيلو مش عارف اجوزه ميتين كيلو لو هو مستيبه مش عارف يعيش حياته بعد كده مش هيقدر يلطحك بعمل جيد ففعلا عرفته ان فعلا المبادرة لما اطلقت اسمها السمنة نقوس خطر فهي خطر فد فعلا يعدد مستقبل من يعاني من زيادة وزنة بعد مكالمة اساس سيد دي انا عايزاك اتوجيه كلمة كل اب وكل ام عندهم اولادهم حاسين بنقوس الخطر في البيت على اولادهم لازم يتحركوا دلوقتي اولهم دايما اقول لكل ام لو بنتك بتعاني من زيادة وزن خد بالك يا نهاردة انسها ممكن بعد كده لما تتزوج يكون فيه تكيس على المبيض فتتحرم تكون اولادهم خد بالك ان انت لو ابنك يعاني من زيادة وزن فده خطر جدا عليه لان زيادة الوزن بالنسبة للراجل تؤثر على ذكرته المفروض ان انا كمان صحيا هو عرضة لا قدر الله لا قدر الله وربنا يا ربي ينعم علينا جميعا بالصحة ويا ربي يحمي اولادنا السمنة بوابة لاربعة واربعين مرد احنا فيه غنى عنهم زائد ان السمنة نقوس خطر يهدد حياته اكيد اكيد مش تبقي مبسوطة وابنك متضرر نفسيا طب يا جماعة بنعيد وينزيد تاني دلوقتي احنا بنكلم كل اب وكل ام بنكلم كل شاب زي احمد كده خد القرار واشتغل على نفسه وخد القصصات والاطفال الاطفال جيبها الاب والام الطفل اللي بيعاني من زيادة وزن فهو طفل في الدراسة ما عندوش الاستيعاب والتركيز بتاع الطفل اللي جسمه مظبوط او الجسم المثالي لان نسبة الاكسجن ما بتوصلش للمخ بالتالي تعوق عملية الاستجابة السريعة بالتالي بيكون في خمول بالتالي بيكون في تأخر دراسي خد يبالكم من اولادكم زائد ان كمان مش عايزة كل ام لما بنعي يقول انا عايز الوجبة الفلانية اللي بيفيها معجنية وفيها مطاطة او عايز حاجة حلوة فتقول له ماشي لازم بقى احنا تعودنا ان احنا الام مصدر الغذى داخل البيت لازم تدي له انت الساندوش كده او تدي له الخيار او خاص او مع الاكل كده با اكل صحي ناخد بالنا نازم ناخد بالنا جماعي طيب طروق التواصل ارقام التليفونات اللي عادت للشاشة وعليها كمان خدمة الواتساب كمان عندنا صفحة الفيسبوك الموثقة بالعلامة الزرق اجامب الاسم زائد كمان صفحة الانستجرام كل دي طرق التواصل عشان نقدر نوصل لخبراء التخزية ويبقى حلوين زي احمد كده يفكون اربعة وتلاتين كيلو طيب أحمد بقول لنا دلوقتي بقى قدرت دلوقتي تعمل حياتك دلوقتي وكنش تقدر تعمله قبل كده مع سورة أحمد هننزلها دلوقتي ممكن مثلا الجري المسافات طويلة مكنش تقدر طبعا تجري ولا تتحرك لا مثلا لو كنت مثلا جريت مثلا مسافة صغيرة بيحصل نهاجانك كبير وما بقدرش النفس بيبقى صايف طيب دلوقتي بقى دلوقتي لأ بجري عادي ممكن لمسافات طويلة عالتريد من المسلا ما متأصرش أو مثلا بمشي لمسافات طويلة مثلا منيجي 8 كيلو يعني انت دلوقتي كمان قدرت تلعب رياضة بمنتهى السهولة مفيش مفيش النهاجان مفيش النفس العالي بتاعب على طول لعب رياضة بلعب فقدان الوزن اه طبعا لعب الرياضة علشان ألعب رياضة واجري أو أضغط على عظامي وأنا معايا زيادة وزن ما بيكونش بيكون الفيتباك سيء لأن أنا مع الحمل الزائد على العظام بيعمل خشونة يعمل ألم في المفاصل أفقد الوزن وأفقد الخلايا الدهنية وأبني أبني في جذب صحيح بالضبط ما شاء الله علي ايه تاني يا أحمد يعني ممكن استيعابك في المذاكرة كمان تحس ان هو زاد بقى أحسن عن الأول لا بالنسبة للاستيعاب هايقب أحسن بشكل أكيد اه وكمان في خطرة ما بيبقاش في خمول مش عايز تنام اه ما بيبقاش في خمول مش عايز تنام ما بيبقاش في لهم زيادة أنا كنت بنام مثلا 11 ساعة أو 12 ساعة الاول بيبقاش ببقى مزاج مقاريف وما بيبقاش اللي أنا عايز أقوم شفتي الحالة المجرية كمان طبعا ممكن لنام مثلا 8 ساعات كويس اه وتقوم فيها وتلاقي نفسك نشيط وعايز تلعب رياضة وعايز تلبس شميزات جميلة شبابي كده حلوة بتالي الاول ما كنتش تقدر تلبس الستايل ده مش كده ده شيء أكيد طبعا اه كان بيبقى صعب ما بتلاقيش طبعا المقاسات برضو بسهولة وحتى حصل فيه مثلا موقف جامعة ندخل الجامعة جديدة فعادي فأنا ما كانش دلوقتي ما بقاش في دماغ اللي أنا اجيب لبس حتى نزلت قابل الجامعة بيوم جبت اللبس عادي اللي أنا عايزه كنت بتلف أكتر وانت معاك زيادة وعادي ده شيء أكيد كتير باضطر مثلا لو أنا مثلا عندي مشوار مثلا واحد عشرة والله فرح والحاجة انزل عابلها بشهر عشان ألاقي المقاس اللي ينسل اه طوع تدور وممكن كمان ما تلاقيش المقاس فتضطر تلبس اي حاجة وخلص عشان مناسبة وكنت بلفي بقى محلات كتير يعني دلوقتي ممكن من أول محلة خش عليها في الحاجة اللي أنا عايزة أخرجها جدا طب أحمد دلوقتي بقى لما بتلبس كده وتتشايك وتبص في المرية كده سيقة اه بتحس بيه بقى قدام المرية كده بحس بسيقة بسيقة صح كده بتحس ان انت راضي عن نفسك بسيقة كي صح وفي نفس الوقت القرار ده ما كلفكش حاجة يعني ما كلفكش ان انت بس نتحر النفسك من الأكل يعني اخته كانت حينيينة قوي اه طبعا اه اخته اللي هي اللي كانت السبب في الموضوع ده اه طبعا والله هي قالت لي شوف الدكتور احنا جربت حاجات كتير يعني ايه شوف الدكتور تواصلت بعديها على طول اه تواصلت مع الفري العمل مع الدكتورة فاتي بعرقام التليفونيات اللي موجودة على الشاشة اه مع الدكتورة فاتي بشفاة اللي واحدة والله كلهم كلهم لان هي بلان ده عسوهيل الكورس المرشح مش مرشح من الخبير او الخبيرة هو المفروض ان ايه في حالة الحالة كذا بياخد الكورس كذا في حالة الحالة الصحية كذا بياخد كذا في حالة العمر الفترة الزمنية اللي بتتعامله معها بتاخده كذا هي بلان بتوضع في بداية السنة والمفروض ان انا بسمع كويس وافهم كده ايه من التلاتة وتلاتين كورس مناسب للحالة دي تلاتة و تلاتين كرس مختلفين موجود لكل الحالات لكل الحالة صحية و فئة عمرية يعني أنا مفيش حاجة اسمها مثلاً هو كرس واحد يعني ايه كرس؟ يعني الاسباب اللي دفعت بدعاء لزيئة الوزن شهية عالي مدام هالة عندها حرق ضعيف فلان عنده الاثنين في حد عنده استقصال مرارة او راحم او غضة دركية في حد تاني عنده ضغط أسباب مختلفة طبعاً أسباب مختلفة وأعمار مختلفة و حقب زمنية مختلفة من نعمل معها والاسباب التي دفعت كل الحالات ليست واحدة يعني في حد ياخد فيه ورقة كده ربع فرخة في الغدا بيضة مثل وقصصة بالليل كوبات زبادة الناس هبدي ممكن تكون مردية لكي مردية ليا وبيزيد وزنينها وفي ناس تلك يشم ريحة المياه يزيد وزني ده كتير كده يبقى هنا مشكلة فلان ده مش في الأكل ما هو مش عال في ألف الورقة والورقة بالنسبة له مردية وكما ممكن يقولك أنا بنام كمان من غير عشب فالمشكلة هنا مش كده شاهية عالية أجلي في علم التغزية شوف إيه اللي ينفعل أعوش بالسيليم أعوش بالكوجك أعوش بالجارسينيا أعوش بكل الطفاح الأخضر ممكن فيه عوش بالمانجو الأفريكي هناك العديد من الأعشاب قاعدنا نتكلم وأنا في كتابي التغزية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي فوائد هذه السمار وإزاي تفاعلها مع الجسم وتعمل إيه وإزاي تقفل الشهية وإيش معنى تقفل الشهية وعشان إيه كل ده تحت علم التغزية يعني اللي نسبني ممكن لا يمكن يا تنسب والحالة الصحية والحالة المرضية باخد أدوية إيه السن كمان كل ده بيفرق والمشاكل المصاحبة لزيادة الوازد ممكن زيادة الوازد ضغطة مرتفع هل ده ياخد زي حد تاني؟ لكل حالة صحية وفيع عمرين تمام نورتين يا حبيبي ومزيد يا رب من النجاح وتفوق يا رب وشكرا يا أحمد نورتنا يا حبيبي ويا ربنا وفائك في حياتك الجديدة شكرا مستقبلك يا رب إن شاء الله أشكركم على متابعاتكم الكريمة ودايما بتمنى من الله إن حلقاتنا تفيدكم وتعجبكم كلها من أولها لآخرة أشوفكم على خير في حلقة جديدة تعجبكم وتفيدكم أكتر وأكتر والسلام عليكم